ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس مع معالي وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود تعزيزات آليات التعاون والتنسيق والعمل المشترك ومضاعفة الجهود لتوفير المشتقات النفطية وضمان استمراريتها ووصولها إلى الأسواق وإيصالها للمواطنين عقف اللقاء أمام مختلف الأوضاع والمستجدات والتحديات التي تواجه النفط مشيرين إلى أن المشتقات النفطية متوافرة وأن مكاتب وفروع النفط تعمل باستمرار على تقديم خدماتها رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد ونتيجة لزيادة سعر البترول التجاري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني وارتفاع سعر النفط عالميا وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الحرص على تكثيف الجهود لتطوير عمل الشركة ووحداتها والإسهام في خلق بيئة ملائمة لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة مشيدين على استشعار المسؤولية ومواجهة التحديات الراهنة والعمل على تصحيح الأوضاع وتصحيح مسار العمل لتجنيب العاصمة عدن من الأزمات